اكد الفريق الوطني وطبي للتصدي لفيروس كورونا في مؤتمره الصحفي يوم أمس أن نتائج تتبع الأثر للمخالطين أشارت بشكل صريح إلى أن التجمعات في إطار الأسرة والمناسبات الخاصة هي السبب الرئيسي لزيادة معدلات الانتشار سبب رئيسي وواضح وضوح الشمس فلا مجال فيه إلى الإنكار لأن المجتمع الذي يعي خطورة الفيروس بشتى سلالاته يجب أن يعي حجم الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة والتي تسهم في زيادة انتشار فيروس كورونا وهما أشارت له الأرقام وكانت الفيصلة في تحديد السبب الرئيسي وعمليات تتبع أثر المخالطين كشفت من أسباب انتشار العدوى هي المخالطة المباشرة كما تبين من خلال عملية تتبع أثر المخالطين أن النسبة الأعلى من الانتقال أو انتقال العدوى بين المخالطين هي نتيجة تجمعات عائلية ومناسبات خاصة وذلك من نحو 300 ألف عملية تتبع للأثر تم إجراؤها ورغم أن الفيروس المتحور سريع الانتشار إلا أن الحالات التي تسجل حاليا هي بسبب المخالطة ضمن التجمعات الأسرية والخاصة ما يعني الإصرار في الاستهتار ومفاقمة الوضع إلى ما لا يحمد عقبه فهذا الفيروس المتحور الذي ذكرنا عليه في المؤتمر السابق يعتبر من السلالة التي تنتشر بين البشر بسرعة شديدة يفوق مراحل الانتشار التي شفناها في بدايات السلالات التي كانت ظهرت في بداية الجائحة زياد عدد الحالات القائمة مؤخرا هي سبب المخالطة وعدم الالتزام بالإرشادات والقرارات المتعلقة بتجنب هذه التجمعات وجدنا أن زيادة الأعداد لها علاقة بعدم الاحتراز زيادة الأعداد يا جماعة ترى لها علاقة بعدم الالتزام زيادة الأعداد لأنه هناك في استهتار وبينا لكم يا أكثر كذلك في التجمعات اليوم عمتان عندي وكل يلتفت عمتان حق نفسه بمسؤوليته في بيته والناس اللي دار ما داره كم حفلة عرش صارت كم حفلة عدميلاد صارت كم حفلة تخرج صارت الله يحفظ الجميع وتمم أفراح البحرينين من المواطنين المقيمين والأفراح إن شاء الله دائما ما تكمل أفراح إلا بصحة الناس لا أفراح إلا بصحة الناس عبارة يجب أن تكون منهجا للجميع في التعاطي مع مجريات الجائحة فالجائحة لن تدوم دهرا والفرح لن يغادر الدنيا والمسألة برمتها هي التزام مسؤول من المجتمع بالتعليمات والإجراءات التي رددها الفريق الوطني على المسامع وفي شتى الوسائل منذ عام كامل وإلى هذه اللحظة اشتركوا في القناة